بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة ترسم لنا أيضا صورة أخرى من الصور التي ينبغي أن يكون عليها البناء الأسر بحسب العرض القرآني المجيد والذين يقولون ربنا القرآن الكريم جعل هذا الأمر تطلعا من التطلعات التي ينبغي لرب الأسر والمتصدي لبنائها أن يضعها ضمن الطلبات التي يطلبها من الله عز وجل وهذا معنى أن القرآن يشجع على ذلك خصوصا أن هؤلاء الذين يقولون من هم والذين يقولون ربنا من هم هؤلاء هم عباد الرحمن وعباد الرحمن في الآية المباركة في سورة الفرقان وعباد الرحمن صفاتهم واحد اثنين ثلاثة أربعة يمشون على الأرض هون هذه الصفة مثلا إذا سمعوا اللغو قالوا سلاما مثلا طيب وأيضا هذه صفة من صفاتهم ما هي الصفة تطلع عندهم هام بالنسبة لبنائهم الأسر ما هو هذا التطلع يبسطون أكفهم نحو السماء يخاطبون ربهم ربنا هب لنا معنى أن هذا التطلع والبار جل وعلا يتكلم سبحانه كأنما على لسانهم يعني هكذا يقولون وهكذا ينبغي أن يقولون وعلى نحو الاستمرار لاحظوا الذين يقولون على نحو الاستمرار باستمرار يقولون ذلك ولهذا حدث سعيد بن جبير قال إن هذه الآية في علي بن أبي طالب سعيد بن جبير يقول ليش لأنه دائما كان يدعو قائلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يعني كان ملحوظ على مفارق عند أمير المؤمنين أنه دائما كان يدعو بهذا الدعاء واللي الآية تقول أيضا يقولون باستمرار صورة هذه موجودة من أزواجنا وذرياتنا يعني البناء الأسري بمختلف أبعاد ومن أزواجنا وذرياتنا لها اتجاه أن يكون أن تكون الزوج وأن يكون الزوج هو في حد نفسه قرة عين وذرياتنا يعني الأولاد وأكون اتجاه آخر من أزواجنا يعني من الزوج من الزوج يعني الأولاد الصلبيين هب لنا من أزواجنا يعني أولادا صلبيين وذرياتنا يعني الأحفاد وبالتالي هذا يفيد على نحو الاستمرار أن هذا الهدف غير متعلق بحياة الإنسان وإنما ينبغي أن يبقى عند الإنسان تطلع أن يحقق هذا الأمر من خلال البناء الأسري إلى أجيال وأجيال ولعل هذا هو الأكثر ظهورا والله العالم من الآية المباركة أن الإنسان عندما يطلب هذا الطلب وهذا يبين أن البناء الأسري الذي يتكون يعني لا ينبغي أن يكون محصورا بفترة زمنية محدودة وإنما البناء الأسري أول ما ينشأ ينبغي أن يكون فيه طابع الدوام إلى أجيال وأجيال مئات وآلاف السنين هكذا يقوم طيب ما هي هذه الصورة؟ أولا قرة أعين شنو يعني قرة أعين ملخصها قرة أعين يعني شنو يعني سلامة المسيرة يعني النجاح يعني أن تكون الأسرة أسرة ناجحة سليمة في مسيرتها على المستوى الدنيوي وعلى المستوى الأخروي لأن قرة أعين ويش معناها؟ معناها استقرار العين وقرارها يعني تستقر تقر على الشكل تهدأ اللي بعكسها اضطراب العين الإنسان يضطرب لماذا؟ اضطراب العين تارة يكون من البحث هكذا يعني العين مو مستقرة مو هادئة وإنما تتلفت يمين ويسار هالشكل هذا غير مستقرة تبحث عن شيء كأنما هناك شيء ضائع ما حصل عليه تريد تحصل عليه أو بسبب كثرة الاضطراب لأن الفشل يحدث عند الإنسان حالة من الاضطراب النفسي فهذا يمكن يصير عنده زياغان حتى في النظر لتشوف النظر يلتفت من هنا وهناك وكذا غير مستقر بينما قرار العين يعني استقرارها قرة عين مستقرة هادئة لا تتلفت لا يمين لا يسار لا تطلع في الآخرين لأنها واثقة من نفسها ومطمئنة بنتائجها اجعل لنا يعني هذه الصورة التي ينبغي أن تكون في البناء الأسري أن الأسرة أولا تكون سلا تكون سالمة في مسيرتها متفوقة ناجحة اللي بتعبيرنا الآن احنا يعني التمييز هذا واحد أولا أن تكون متميزة هذا صورة من الصور اللي الآية المباركة تطرحها الأمر الثاني لاحظوا وجعلنا شوف دقة الآية ما أطيل عليكم وجعلنا لمن للمتقين شنو إماما لاحظوا دقة الآية أولا واجعلنا للمتقين المتقون من هم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هؤلاء معامة المؤمنين معامة الناس هؤلاء هم الطلائع والرموز والكفاءات والخامات القيادية ذولها يعني من تطلعات يعني من الصور التي ينبغي أن تكون عليها هذه الأبنية الأسرية أن تكون فيه أن يكون فيها هذا التطلع وهو شنو أن يكون البناء الأسري بناء رمزي قيادي متصدي لقيادة القمم والرموز في المجتمع مو فقط متصدي لقيادة عامة الناس في المجتمع يعني هشوف هذا التطلع أن يكون البناء الأسري قائدا للقادة والرموز واجعلنا للمتقين مو لعامة فأكون رمز من رموز التسيب إذا أكون أنا رمزا وقائدا للمتقين معنى أن أنا أيضا قد أحرزت التقوى قائد للمؤمنين المتقين هؤلاء أصحاب الشأن بعد لاحظوا وأختم بذلك وهذا مهم جدا في قراءة الآية المبارك ويبين لك صورة مهمة مهمة جدا في البناء الأوسري لاحظوا لم تقل الآية واجعلنا وتتكلم في صيغة الجمع الآية لم تقل الآية واجعلنا احنا كنا واجعلنا للمتقين احنا لو بنتكلم مع بعضنا واش بنقول قول واجعلنا للمتقين ائمة بنقول هاي الشكل اجعلنا قادة واجعلنا قائدا اللي معنى وحدة البناء الأسري أن البناء الأسري وسبق أن تكلمت عن هذا الموضوع أن كل بناء أسري ينبغي أن يحتضن تطلعا واحدا بناء واحدا يكون بناء مشترك قائم على أساس الأسرة بأكملها ما تكون الأسرة عبارة عن مشاريع متفرقة مشتتة وإنما تكون عبارة عن مشروع متكامل ويتكامل مع الزمن ولهذا كنا البناء الأسري احنا كنا جعلنا إمام واحد إلى المتقين يعني البناء الأسري بأكمله يصير إماما للمتقين فكل واحد في البناء الأسري يسد ثغرة مو احنا كل واحد فيه قائد إلى مجموعة من المتقين فهذا في جهة وهذا في جهة وهذا في جهة وهذا في جهة لا وبالتالي الأسرة تكون مفككة فيها قادة ورموز لكن كلها مفككة ما ما كو فائدة لازم كل بناء أسري يتشكل ويتحول إلى إمام واحد إلى إمام واحد يعني إلى مشروع واحد إلى بناء أسري واحد مترابط هذه صورة من الصور المهمة جدا للبناء الأسري بحسب العرض القرآني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين